طالما نسمع أقوالا ونرى أفعالا تهين من مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وطالما ترتكب أعمال دنيئة تبعث على الحقد والكراهية على مرءا ومسمع من حكومات الغرب التي تدعي العدالة والحرية فيا أيها المؤمنون في كل مكان من أجل أوطانكم وشعوبكم من أجل كرامتكم وعزكم ومن أجل دينكم الذي ارتضاه الله لكم هل أنتم راضون بما يقوم به المتطرفون من إساءة للرسول الكريم وحرق لنسخ من كتاب الله المبين هل سمعتم أو رأيتم أن مسلما قد حرق كتابا مقدسا أو أساء لدين من الأديان جوابكم كلا لأن تعاليم ديننا تقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وعليه نوجه نداء الإنسانية والضمير للحكام العرب والمسلمين ونقول هل نسيتم صرخة الإعرابية التي دونت ودوت ومعتصماه هل نسيتم ردة الصلقان عبد الحميد الثاني عندما سمع أن تمثيلية سيئة مسيئة للرسول الكريم يرومون عرضها في باريس ومدن فرنسا الأخرى أين أنتم من أولئك يا من تسيئتم علينا أين أنتم من الله ورسوله يا حكامنا أين حكمتكم أين غيرتكم أين رجولتكم أين وأين وأين سنقاضيكم عند الله لأنكم سبب ضعفنا وسوء حالنا إلى الديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم لا نريدكم أن تعلنوا الحرب على الغرب لأنكم معذورون وغير مختدرين بل نريدكم أن تقطعوا العلاقات الدبلوماسية والتجارية معهم نطالبكم أن تقيموا عليهم هذا الحصار أي القطيع وسترون كيف يخضع لنا عباد الدينار والدولار سيأتوننا خانعين حاملين أعمق الأسف والاعتذار افعلوا يا حكامنا ما أمركم الله به حيث يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وعليه ومن غيرتنا على ديننا إن برينا بكلمتنا هذه نيابة عن كل وفي مؤمن شريف من أمتنا عل وعسى أن تلقى آذاناً مصغية وقلوباً واعية والله ولي التوفير ترجمة نانسي قنقر